كما هو الحال بخصوص المسعى اللبناني لترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي هناك مسعى لبناني آخر لما له علاقة مع الجانب السوري إذن فبين لبنانا وسوريا نزاع حدودي بحري على مساحة تتجاوز 750 كم مربعا ويعد ترسيم الحدود مع سوريا مشكلة تاريخية لم تحسن مصادر اللبنانية توضح أن اللبنانيين أنجزوا الخط الحدودي في حين وضع السوريون خطا حدوديا مبدئيا ينطلق من الشاطئ أفقيا نحو الغرب وهو ما يعترض عليه لبنان المشكلة أين إذن وكيف تفاقمت بين البلدين عام 2021 حين منحت وزارة النفط السورية شركة كابيتل الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك البحري رقم واحد المتداخل أصلا مع الرقعتين اللبنانيتين رقم واحد واثنين وإضافة إلى هذه المقاطل عالقة تمثل منطقة مزارع الشبعة وتلالك فارشوبا التي تحتلها إسرائيل معضلة سياسية وجغرافية إذ إن سوريا تمتنع عن تقديم الخرائط والوثائق لتثبيت لبنانية المزارع ورغم محاولات الترسيم عبر لجان مشتركة في السبعينات لترسيم الحدود البرية من دون أي محاولة لترسيم الحدود البحرية فإن الجهود كافة توقفت في فترة الحرب اللبنانية ولم يطرح الملف إلا في العام 2006 متى؟ حين عقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري طاولة الحوار الأولى عقب الانسحاب السوري وبعد زيارة رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري دمشق في عام 2010 شكل لبنان لجنة أمنية سياسية بإشراف حكومي إلا أن النظام السوري لم يواكبها لترسيم الحدود والسبب وفق مسؤولين لبنانيين كان قول السلطات السورية إنها مشغولة بترسيم الحدود مع الأردن قبل أيام أعلن الرئيس اللبناني مشيل عون استعداده في الشهر الأخير من ولايته للبحث في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا لكن مراقبين يرون أن المفاوضات مع دمشق ستكون شاقة أكثر من أي مفاوضات أخرى ومرتفعة الثمن أولا لأن التوقيت ليس ملائما بالنسبة إلى النظام السوري حاليا مع انتهاء عهد عون ولن يبيع النظام هذا الملف لعهد سيغادر ثانيا فإن سوريا لن ترضى بأقل من اتفاق إطار كما حصل برعاية الأمريكيين بخصوص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل موسيقى موسيقى موسيقى